السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية طلابي طلاب توجيهي ربنا يوفيكم وينور دركم وإن شاء الله بداية يوم خير سعيد عليكم بإذن الله تعالى بسم الله وعلى بركة الله نبدأ بسم الله رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اليوم هيكون شيء مختلف عن فصل التيار الوحدة الثالثة اللي إحنا تركناها أو مش تركناها حسينا أنه لازم تتغذى أكثر لازم نعطيها معلومات أكثر لازم نحل أسئلة عليها أكثر فعشان أنتوا غاليين علي وأنتوا بتمونوا على كل إشي كثير طلاب طلبوا مني أني أنا أزود أسئلة أكثر على هاي الوحدة اللي هي خصيصة الوحدة الثالثة اللي كان فيها شوية تقصير نوعا ما لأنه الكتاب طارحها بشكل سطحي فالكتاب طارحها بشكل سطحي فبدو إيا أنا بس نوفي المعلومات بالكتاب إحنا وفينا المعلومات بالكتاب وفينا كل إشي وكانت أمورنا طيبة لكن بلزمني بعد كل نهاية وحدة اللي يكون في عندي ورقة عمل شاملة وافية كاملة لكل فصل فزي هذا الفصل زي الفصول الثانية رح نوفي إن شاء الله وحدة عمل التيار الكهربائي فجيتكم اليوم بورقة عمل فيه خمسين سؤال يا جماعة تشمل أسئلة خارجية وتشمل أسئلة وزارية بأفكار جديدة خلين نحكي عشان نقدر نلم المادة تبعتنا ونسيطر عليها وتكون أمورنا تمام ومية بالمية فمنقول بسم الله وعلى بركة الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري الآن هنحكي إن شاء الله عن فصل التيار بالتفصيل الكامل والتفصيل الممل بعد ما أنت تكون المفترض أنك راجعت الفصل وراجعته وكانت أمورك ممتازة فيه اليوم هنحكي عن المراجعة الشاملة في حل الأسئلة تاعة فصل التيار فمنقول بسم الله وعلى بركة الله في أول سؤال بروح بحكي لي موصل من النحاس يمر في خمسة ضرب عشرة قوة سالب سالب إيش سالب خمسة أو سالب ستة كولوم طبعا هاي اللي هي كيو أو دلتا كيو ما بتفرد خلال عشرة أم إس الأمن الصغيرة يا جماعة الأمن الصغيرة ميلي سكند ميلي يعني عشرة ضرب عشرة قوة سالب ثلاث ميلي سكند فإنه مقدار التيار بذكرك بأول قانون أخذناه اللي هو آي تساوي دلتا كيو على دلتا تي قانون التيار حكينا هذا ما في عليه حل لكن أنا رتيت هنا أنا أحط سؤال حل عليه لأنه في لقدام شوية بدرس القوة الدافعة جايبين موضوع أنك أنت طلع التيار من البداية فالآن منحكي أنه آي تساوي دلتا كيو على دلتا تي طبعا دائما يا جماعة أنا بحب أبدأ بالأسئلة السهلة المبسطة بعدين أتعمق شيئا فشيئا ما بحب أنط على الصعب مباشرة حتى أنت تقدر تحفظ القوانين وحتى أنت تقدر تلم المادة وتسيطر عليها فبقولي إذا كانت كمية الشحنة 5 ضرب 10 قوة سالب 6 خلال 10 ملي ضرب 10 قوة سالب 3 سكن فأعطيني قيمة التيار بقوله 5 على 10 نص ضرب 10 قوة سالب 3 هاي هي نفسها 5 من 10 ضرب 10 قوة سالب 3 يعني 5 ضرب 10 قوة سالب 4 أمبر فهذا أول سؤال حيكون جواب 5 ضرب 10 قوة سالب 4 أمبر في الفرع الثاني من السؤال أو الفرع الثاني واثنين بقولي موصل يمر فيه تيار 3 أمبر يعطيني الآي خلال زمن 2 ضرب 10 قوة سالب 1 سكن فإنه مقدار الشحنة Q نفس السؤال بس قلبت غيرت فيه مطلوب يعني برضه حنحكي آي تساوي دلتا Q على دلتا T فالآي الآي ثلاثة أمبر واللي Q أنا بدي إياها والT بدي يكون يساوي 2 ضرب 10 قوة سالب 1 فبنضربهم وبنشمطهم ضرب تبادل اللي بيصيري عندي دلتا Q تساوي 6 ضرب 10 قوة سالب 1 كولوم 6 ضرب 10 قوة سالب 1 كولوم لاحظ في الأرقام في الأرقام حاولت كمان نلعب بالإيش يا جماعة نلعب بالفواصل نلعب بالأرقام لأنه الامتحان صار ييجي يحاكي هذا الموضوع إنه أنا بطلع جواب بطلع الخيارات إيه مش موجودة فبطر إنه أنا ألعب بالأرقام هيك صارت الوزارة بدها فهاي هي نفسها 6 بالعشرة 6 بالعشرة كولوم إذن جواب حيكون عندي 6 من 10 كولوم 6 بالعشرة كولوم تمام؟ طيب ليجي عنا كمان سؤال رقم 3 بقول لي بعد توصيل مصدر جهد بين طرفي موصل بعد توصيل مصدر جهد فإن الشحنات تتحرك اتفقنا أنا وإياكم قبل توصيل المصدر بتكون حركة الإلكترونات عشوائية موضوعية يعني تتحرك وهي بمحلة وهي بمكانها بعد ما أنا أوصل عليها بفطارية ومصدر جهد بتبلش الشحنات تندفع باتجاه عكس خطوط المجال لاحظ هاي الكلمات كمان أجد سؤال في الامتحان سؤال أجد في الامتحان لطلاب التكميلي فبعد توصيل المصدر تتحرك الإلكترونات عكس خطوط المجال تتحرك الإلكترونات عكس خطوط المجال فالآن بتبلش حركة الإلكترونات لكن بتكون في مسار متعرج بتكون في مسار متعرج يعني ما بتمشي بخط مستقيم تطلع تنزل ترجع بتروح بتقدم الى اخرين بدي يكون مسارها متعرج اذا المسار الإلكتروني سيكون شماله متعرج طيب رقم اربعة رقم اربعة اي من الموصلات او اي من التالية لا يعد من المقاومات اللا اومية اللا اومية هس الامقاومات الاومية اي من التالية يعد من لا يعد من الموصلات اللا أومية يعني هو مش موصل لا أومي الموصلات اللا أومية معطيني أمثلة عليها بالكتاب اللي همه الترانزيستور ومعطيني الديود اللي هو الثنائي ومعطيني الباعث ثنائي الضوء الباعث ثنائي الضوء هذا كلهم موصلات لا أومية لكن الموصلات الفلزية هي موصلات أومية يعني ينطبق عليها قانون مين؟ قانون أوم كمان سؤال السؤال بيحكيلي تعمل درجة الحرارة على شو وظيفة درجة الحرارة؟ تعمل على زيادة مقاومة الموصل صح بتزيد المقاومة ليش بتزيد المقاومة؟ لأن ذرات الفلز بتبلش تهتز بتبلش تتغير بتزيد التصادمات بتزيد الإعاقة بتزيد الممانعة وبالتالي يؤدي إلى زيادة قيمة المقاومية وبتزداد أيضا الطاقة الحركية اللي هي الكانيتك انيرجي للشحنات المتحركة داخل الموصل إذن يؤدي إلى زيادة مساحة المقطع؟ طبعا لا زيادة الطول؟ طبعا لا إحنا بنفترض أن الطول ثابت يعني ما منوصل إلى درجة حرارة ونتمدد الموصل كثير؟ لا زيادة معدل التصادمات؟ نعم نقصان معدل التصادمات؟ لا إذن يؤدي إلى زيادة معدل التصادمات ومنه بتزيد الطاقة الحركية وبتزيد قيمة روء إلى آخره طيب نكمل الشكل المجاور تمثيل العلاقة بين الجهد والتيار على عين وراسي العلاقة طردية مظبوط نستنتج من الشكل أن ميل الخط المستقيم الميل طب الميل إحنا بنعرف يا أستاذ أنه عبارة عن دلتا محور الواي على محور الـ الـ فبدي يكونه عبارة عن آي على في طب خلينا نوقف هيك شوية أنا بعرف أنه الار تساوي في على آي طب غون شو عندي آي على في آه حلو يعني أنت بدأت تضحك علي بالسؤال مش أنا نضحك عليك هو بالوزارة بس إحنا نطلق أحدق منه ونقول له هذا الإشي يمثل مقلوب المقاومة هذا الإشي يمثل مقلوب المقاومة إذن هو عبارة عن مقلوب المقاومة هون مقلوب المقاومة مش المقاومية ولا مقلوب المقاومية هو عبارة عن مقلوب المقاومة طيب رقم سبعة أي من التالية تعمل على زيادة مقاومة الموصل إيش اللي بيخلي مقاومة الموصل تزيد العوامل اللي تعتمد عليها المقاومة ثلاث طول الموصل مساحة المقطع نوع المادة وحكينا درجة حرارة الوسط والمحيط بس أنا ما بقدر أتحكم فيها لكن إذا افترضنا إنه درجة حرارة ثابتة فهذا الإشي ينطبق إذن أي من التالت تعمل على زيادة المقاومة اللي بتزيد المقاومة اللي هو زيادة الطول خلنا نرجع للقانون اللي هو R تساوي رو L على A فإذا أنا بدي أزيد هاي لازم أزيد ال L وأقلل ال A لأنه طردي وعكسي طردي وعكسي فبالتالي زيادة الطول ونقصان المساحة زيادة الطول ونقصان المساحة إن الجواب رح يكون عندي باب طبعاً عم بتلاحظوا أنه أسألة في البداية خفيفة بعدما ببلش نتعمق قص ببلش نتعمق أكثر شوية موصلان من نفس المادة حلو من نفس المادة يعني رو متساوية إذن رو 1 تساوي رو 2 طول الأول مثلي طول الثاني طول الأول مثلي طول الثاني ومساحة مقطع الأول إذن A1 نصف نصف مساحة الثاني نصف مساحة مين نصف مساحة الثاني فإنه نسبة R1 إلى R2 نسبة R1 إلى إيش؟ إلى R2 طيب إحنا دائماً أسألة النسب أنا وإياكم متعودين إنه قلنا بنقسم القانونين على بعض R1 على R2 تساوي رو L1 على A1 ورو L2 على A2 هلأ بمنا أقول لك بالسؤال إنه من نفس المادة فإذا نشطب لي الرو مع بعض رو مع رو بتروح هس أعوض يلا كيف قيمة L1؟ L1 2 L2 على A1 هي عبارة عن نص A2 وهون L2 زي ما هي و A2 زي ما هي دائماً يا جماعة بأسألة النسب عشان تعرف إنه حلك صح ولا غلط لازم الرموز تروح دائماً مع بعض الرموز دائماً لازم تروح مع بعض يضل بس الأرقام هس بضل شطارتك في الرياضية تتيجي إنت زي لأنك شاطر وعبقر و أمورك طيبة تتيجي بتقول لك 2 تقسيم نص 1 فبتلاقي الجواب موجود بقول لك الله يعدمني إياك ف2 على نص 4 ولك 4 على 1 إذا الجواب 4 على 1 هس فيه فيه طلاب بيبلش 4 على 1 وليه 1 على 4 يا بني يا حبيبي ولك ما احنا حكينا اللي بتكون هون في البسط واللي هون في المقام يعني هو بده R1 على R2 اللي في البسط بسط والمقام مقام يعني هاي اللي على اليسار بسط وهون مقام فبعنا حسنا نقرأ إنجليزي يعني 1 هي بسط و2 مقام 2 بسط و1 مقام إذن 4 إلى مين إلى 1 إن الجواب رح يكون عندي دال الجواب شو رح يكون عندي دال طيب كمان سؤال موصل مقاومته R موصل مقاومته R مجهولة طوله 50 سنتيمتر ومساحة مقطع 1 في 10 قوة سالب 4 متر مربع يمر في 120 ميلي كولوم خلال دقيقة عند توصيله مع مصدر جهد 10 فولت يكون مقدار المقاومية رو آه حلو طيب نرجع للقانون اللي هو R تساوي رو L على A طيب أنا شو بدي بالأول بدي أجيب R يا بتحسبه هون لحالة هيك زي الطلاب الشطرين R تساوي V على I أو بتدخلها في القانون ما في مشكلة ال R بدنا إياها ال I مش موجودة V 10 آه معناته بدك تقولي بدي أروه أحسب لك ال I كمان بقول لك ماشي برافو عليك ال I هي عبارة عن Q على T دلتة Q على دلتة T طيب Q قديش 120 ملي ملي سالب ثلاث كولوم والزمن دقيقة الدقيقة يعني مش واحد يعني 60 أبو الحباية ب60 آه 60 سكن فبطلع الجواب 2 ضرب 10 قوة سالب ثلاثة هلأ بنروح بنعوض هاي هون فبصير 10 على 2 ضرب 10 قوة سالب ثلاث 10 على 2 5 5 ضرب 10 قوة موجب ثلاث يلا نروح نعوضه هون 5 ضرب 10 قوة موجب ثلاث تساوي رو L اللي هي 50 سنتيمتر 50 فعشرة قوة سالب 2 على A مساحة المقطع اللي هي 1 ضرب 10 قوة سالب 4 اش مضرب تبادلي شو بصير عندك 5 ضرب 10 قوة سالب 1 يساوي 50 ضرب 10 قوة سالب 2 رو على 50 او اذا بدك شيل الصفر مع هاي بصير 5 في 10 قوة سالب 1 اه خلص اكبرنا احنا يعني صدنا اكبار فهاي مع هاي بتروح فبصير عندي رو شو تساوي 1 اذا رو شو تساوي 1 تمام اذا رو تساوي 1 ممتاز ممتاز كمل نجا ساعة 10 عشرة بقول لي موصل مقاومته 40 اوم حلو هاي الار موصل مقاومته 40 هاي الار ومقاوميته رو طوله 20 سنتيمتر موصول على فرق جهة 80 فولت يكون مقدار التيار i ومساحة المقطع على الترتيب i على اليمين يعني الخانة اللي على اليسار الخانة على اليسار اللي هي ال-a والخانة اللي على اليمين اللي هي ال-i طيب خلنا نجيب ال-i بالأول قلنا احنا r تساوي v على i معناتها ال-r تساوي 40 وال-v 80 وال-i مجهولة ضر التبادلي يصير عننا 40i تساوي 80 اذا i شو تساوي 2 أمبار اطلعنا مين طلعنا ال-i طيب حسن مين الخيارات اللي فيها اثنين فيها هاي فيها اثنين وهاي فيها اثنين اذا جواب يا الف يا دال حسن نروح نجيب ايش ال-a طيب انا بعرف ان r تساوي r في l على a طيب r r r معطيني اياه بالسؤال 40 r بدي اياها l 20 ضرب 10 قوة سالب 2 a مساحة رو موجودة اللي هي 1 ضرب 10 قوة سالب 6 وال l l l l l l 20 سنتمتر 20 ف10 قوة سالب 2 مقسومة على a ضرب لي يا انظر تبادلي 40 a تساوي 20 ضرب 10 قوة سالب 8 طيب على 20 على 20 اذا مطلع الجواب عندك 2 ضرب 10 قوة سالب 40 دقيقة شو بالله يا جماعة هاي 20 سنتمتر تمام يعني 20 ضرب 10 قوة سالب 8 و40 على 40 على 2 اللي هي بطلع 2 2 ضرب 10 قوة سالب 8 اذا انجواب 2 ضرب 10 قوة سالب 8 مش 5 اذا نعدل الخمسات ويصير 2 اعطيك اياهم عدل ان شاء الله هون اثنين وهون اثنين وهون اثنين وهون اثنين فبدي يطلع بس خلينا اتأكد لان انا حليتهم اكثر من مرة كمان مرة الر 40 هاي 40 والرو 1 في 10 قوة سالب 6 1 قوة سالب 6 وعندي L 20 سنتيمتر 20 في 10 قوة سالب 2 على 40 تساوي 20 في 10 قوة سالب 8 على 20 على 20 خلاص صح 2 في 10 قوة سالب 8 اذا 2 ضرب 10 قوة سالب 8 2 ضرب 10 قوة سالب 8 خلنا عدل هاي بتصير الجواب ايش دار اذا 2 2 ضرب 10 قوة سالب 8 اوكي خلاص رقم 10 فيها غلط بدأ تعديل ماشي موصل طوله L ومساحة مقطعه A ومقومته R ومقوميته R اذا اصبح طول 2 L ومساحة المقطع A على 2 فإن R وR يعني شو سوينا في L ضاعفناها ونزلنا المساحة هلأ الر ما بتتغير لأن الر شو بغيرها نوع المادة ودرجة زي ما هي خلاني نجيب R اللي هي رو في 2 L في A على 2 اثنين طليعها فوق شو بيصير عندك 4 رو L على A 4 رو L على A إذن جواب رح كون عندي 4 4 R و رو زي ما هي و رو زي ما هي إذن 4 R و رو زي ما هي إذن جواب G 4 R و زي ما هي إذن جواب G طيب رقم 12 رقم 12 يحكي لي أي من الأشكال التالية تمثل العلاقة بين الجهد والتيار للترانزيستر آه يعني جاب لك السؤال بصيغة ثانية أنا بدي أرسم العلاقة بين الجهد والتيار بس في دارة الترانزيستر الترانزيستر هو أحد الموصلات اللا أومية أحد الموصلات اللا أومية يعني حيكون العلاقة بين الفي والآي الفي والآي هتكون طردية غير خطية بهذا الشكل إذن جواب رح يكون عندي دال طيب رقم 13 رقم 13 وقلني عند زيادة درج حرارة الموصلة للفلزي فإن قيم المقاومية رو شو بصير فيها حكينا رو تعتمد على نوع المادة ودرج حرارة فأكيد رو رح تزداد والطاقة الحركية مي سخنا على الغاز وستغلي فبتزيد الطاقة الحركية إذن تزداد تزداد إذن تزداد تزداد إذن جواب تزداد تزداد تمام طيب كم نيجي الآن نبلش بالأسئلة اللي فيها دارات كهربائية 14 هاي 14 يلا بقولي في الشكل المجاور إذا كانت قراءة الأميتر نص أمبير التيار اللي ماشي هو نص أمبير حلم هسا هذول الثنتين المقاومات هذول الثنتين توالي معناته التيار اللي ماشي هون نص أمبير نص أمبير وهون كمان نص أمبير طب أنا هون هون معاي آي و آر شو بطلع بطلع الفي إذن في ستساوي آي في آر آي في آر بالتالي هسا الفي اللي هون هتساوي نص ضرب الأربعة نص الأربعة قديش اثنين معناته الجهد اللي هون اثنين إذن أكيد الجهد اللي هون رح يطلع ثلاث أصلا هيا كمان الخمسة هتتوزع هون رح يروح اثنين هون رح يجي ايش عندك ثلاث معناته جهد المصدر رح يكون ثلاثة وقراءة عفوا جهد المصدر خمسة قراءة الفولت ميتة آخر امتحان امتحان التكميلي آخر امتحان هذا سؤال وزاري وكمان يعني إذا الطالب إذا أنت بتحكيلي أن الأسئلة هاي سهلة بحب أحكي لك أنه هذا سؤال الوزاري في الامتحان الماضي حتشوف في أسئلة كمان لورا هون كلها أسئلة امتحانات وزارية سابقة فبالتالي أنا حبيت أحطك في جو امتحان R R2 وهي R1 تمام في عندي موصلين على جهة قيمة 8 فولت وبمعنة انتوازي إذا الجهد حيكون متساوي معناته هون V تساوي 8 وهون V كمان تساوي 8 شو قيل لي بالسؤال قيل لي بالسؤال إذا كانت قراءة الاميتر 6 أمبير طب وين الاميتر هاي الاميتر الرئيسي معناته التيار اللي ماشي من هون قل لك والتيار المار في المقاومة R1 يساوي 4 أمبير وين R1 هاي هاي إذا اللي ماشي هون 4 أمبير إذا أكيد أكيد اللي ماشي هون 2 أمبير خلص فرطة معاي V ومعاي I شو بطلع بطلع R إذا R تساوي V على I V على I إذا 8 على 2 إذا 4 أم إذا جواب حيكون عندي 4 أم هو طالب مني R2 فتطلع عندي 4 أم طيح كمان سؤال كمان سؤال 16 16 إيش بحكيلي بقول لي في الشكل المجاور النسبة بين V1 إلى V2 النسبة بين V1 إلى V2 برضو كمان هاي الفكرة جابوها بالامتحان الماضي بس أنا عدلت عليها شوية صغيرة بس المهم نفس الفكرة تقريبا يعني نفس الأفكار بده النسبة بين V1 إلى V2 طب هس هذول المقومتين متصلات على التوالي وأنا بعرف أنه على التوالي الجهد يتوزع والتيار متساوي هاي هون R1 وهي هون R2 هس الإش المتساوي بناتهم أنه الآيات متساوية الآي متساوية بالتالي هيكون عندي R1 على R2 لأنه التيار متساوي وبالتالي V1 على V2 هي عبارة عن R1 على R2 يا سلام هيك باختصار آه هيك باختصار بس إذن R1 على R2 هي عبارة عن V1 على V2 طيب نجهة هس هون هس نبلج أصعب شوي معطيني هاي الرسمة في هون مقاومة قمتها 6 وفي مقاومة هون R مجهولة وفي تحتيها هون كمان مقاومة مجهولة وهون عندي جهد المصدر مجهول عندي هون R وهاي 2 أوم وهاي 6 أوم ومعطيك بالسؤال هو قيل لك أنه قراءة الفولت ميتر هون تساوي 18 فولت هاي 18 فولت طب حلو خلاص قبل ما نكمل السؤال أنا معاي جهد ومعاي مقاومة شو بطلع I تساوي V على R طب قديش V V 18 وقديش R 6 18 على 6 3 أمبير إذن التيار اللي ماشي هون 3 أمبير حلو هيوصل هون يتوزع شو حكي لي بالسؤال كمان وقراءة الأميتر تساوي 1 أمبير وينك يا أميتر هيني إذن إنت قراءتك 1 أمبير برافو طب التيار راح يتوزع هون إذا كان فوق إذا هون ثلاثة وراح هون واحد معنات هون 2 أمبير طيب إنت شو بدك مني فإن مقدار المقاومة R هاي اللي فوق حلو R تساوي V على I طيب قديش V آه لسه V ناقصة لسه V مش موجودة نبلش نشغل العقل اللي عندي العقل بقول بقول إنه هاي وهاي توازي يعني الجهد متساوي طب هاي بقدر أطلع V تبعتها اللي هي I في R أربعة آه معنات هون V هون أربعة برافو علي والله إني شاطر إذن أربعة على واحد بساوي أربعة أوم هيطلعنا R طيب شو بدك مني كمان بدي منك كمان لسه تجيب لي إيش تجيب لي V مصدر قداش V مصدر طيب هسا V مصدر أنا بعرف إنه V يتوزع فهون V هذا اللي هون هيتوزع جزء هون وجزء هون هسا هاي أربعة وهاي أربعة والثنتين أربعة اتذكر بالتوازي لا نجمع جهد بالتوازي لا نجمع جهد إذن هون أربعة وهون 18 أربعة زائد 18 22 إذن V مصدر 22 فالجواب رح يكون عندي A V مصدر 22 والR تساوي أربعة إذن جواب جيم الجواب جيم كمل نروح هون شوف هذا السؤال هذا السؤال لقيم شوية جماعة هذا السؤال لقيم معطيك رسمي أنا لمقاومتين يعني مش مقاومة واحدة لا مقاومتين بقول لي عندك المقاومة الأولى لما رسمت العلاقة بين الجهد والتيار طلع لما حطينا الجهد 12 فول كان التيار أربعة أمبر ولما حطينا جهد 24 فول صار التيار يساوي أربعة أمبر هلا هون دائمر بالرسمة هاي هو طالب مني المقاومة المكافئة إحنا متعودين وإنتوا متعودين إن كلمة مقاومة مكافئة يعني لازم تكون الرسمة زي هيك زي هيك زي هيك بس آد تقول لي توالي توازي ابصر إيش إلى آخرين طيب هون أعطينا رسم بيانية طب حادي ولا أبسط منها بتجيب R1 وبتجيب R2 هسا R1 اللي هي V على I طب قداش ال V ال V 12 وال I 4 12 على 4 3 والتانية اللي هي 24 على 4 ويساوي 6 آه يعني إنت قصدك أستاذ المقاومة الأولى هاي 3 والمقاومة الثانية هاي 6 آه طيب ممتاز هلأ دورك أنت أنك لازم تعرف هل هم متصلين على التوالي ولا موصلين على التوازي كيف بدي أعرف آه طب اتذكر ذكر أنه في التوالي التيار متساوي والجهد يتوزع في التوازي الجهد متساوي التيار يتوزع طب هون إيش الثابت التيار التيار ثابت والجهد يتوزع آه إذن هذو التوالي إذن R EQ هي عبارة عن R1 زائد R2 طب قداش R1 ثلاث R2 ستة ثلاث زائد ستة تسعة براض عليك إذن جواب تسعة جواب شو رح يكون تسعة هي هيك بسم الله ما شاء الله خلصنا أول تسعت عشر دائرة يعني يا سي أنت بتحكي عن أرقام فخمة يعني هيك أنت أمورك تمام نجي الآن على الدائر الرقم العشرين اشتركوا في القناة